الكاتب والبحث السياسي إيهاب عبار سيد إيهاب فرص ترامب في الفوز على ضوء هذه النتائج لانتخابات التجديد النصفي رغم أنه لم تتحقق الموجة الحمراء كما كان متوقعا ويعول عليها ترامب أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين الرئيس دونالد ترامب هناك من يحاول أن يطنعه في هذه الأثناء بألا يترشح أو لا يعلن على أقل تقدير إعلانه الترشح كما هو متوقع بشكل كبير ومثل الثاء القادم انتظارا لوضع خطة جديدة طبقا لعدم الفوز الكاسح للجمهوريين في مجلسين النواب والشيوخ لكن ترامب لا يعتمد على النخبة السياسية داخل الحزب الجمهوري في ترشحه إنما يعتمد على ما يقرب من 2 أو 73 مليون صوت انتخابي ذهبوا إليه في انتخابات الرئاسة الماضية من القوى الانتخابية الأمريكية التي تقدر بـ 150 مليون صوت هذا جانب الجانب الآخر الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه تعلم كثيرا من دروس الماضي خلال السنتين الماضيتين وما قبلهما بقليل بان اقتحام مناصره للكونغرس الأمريكي في 6 من يناير عام 2021 والحالة التي خلقت بعد ذلك من محاولة إقناع المناخبين الأمريكيين بأن هناك ايدولوجية ترامبية تسعى إلى القضاء على الديمقراطية في البلاد وهو ما أدى بالمناسبة لأن يذهب كثيرون من الديمقراطيين لسندوق الاختراع لضمان عدم فوز الجمهوريين بالكونغرس بمجلسيه ولكن يبدو أنه برغم من عدم تحقق هذه الموجة الحمراء إلا أن الجمهوريين قادمون أيضا يبدو ذلك المشهد لكن هل سيأتي معهم ترامب؟ هذا هو السؤال الكبير هل سيأتي معهم ويستطيع أن يخود انتخابات رئاسية ناجحة خلال الفترة القادمة؟ هذا هو السؤال خاصة في ظل صعود نجم السيد روندي سانتس حاكم فلوريدا الذي من المنتظر أيضا أن يحظى بجزء كبير من هذه الكعكة في الانتخابات أو يعني في انتخابات الترشح الداخلية في الحزب الجمهوري المنافسة لمن سيكون مرشحا عنه الانتخابات الرئاسة القادمة طيب تصريحات ترامب هنا في هذا السياق يعني حينما يتحدث عن أنه سيعيد البلاد إلى مصارها الصحيح وقع أو صدى هذه التصريحات على الناخب الأمريكي؟ سيكون لها صدى كبير طبعا لأن ترامب في نهاية المتفرج الأعمال ويعلم كيف يعني يستطيع أن يخاطب جمهوره وبالإضافة لأنه لديه كارزما ويصل خطابه الشعبوي مباشرة إلى قلوب الأمريكيين من الطبقات المتوسطة والكادحة والطبقات الفقيرة لذلك جمع هؤلاء حوله خلال الانتخابات الماضية بشكل كبير لدرجة أنهم أتوا وحاولوا اختحام الكونغرس كما شهدنا لكن لن يكون هذا الخطاب هو نفس الخطاب سيغير في خطابه ويعدل منه كثيرا وسيعتمد على أجزاء متعلقة في أغلب الأحيان بمسألة خفط الضرائب وأيضا محاولة إنقاذ أمريكا كما يقول يرفع هذا الشعار من جديد ومحاولة استرداد أمريكا من الديمقراطيين وبالتالي سيكون لديه ملفات كثيرة أيضا للعمل خلالها لإخناع الناخبين سواء كانوا من الجمهوريين المتململين منه أو من الديمقراطيين أو حتى من هؤلاء الذين لم يقرروا بعد من سينتخبوا في انتخابات الرئاسة القادمة لديه عمان هذان العمان سيكونان مشغولان كثيرا بالكثير من الاستعدادات وتحديد الرؤى الاستراتيجية من قبل الرئيس ترامب وفريقه لمعرفة وتحديد إمكانية فوزه بهذه الانتخابات من عدمه إذن الباحث والكاتب السياسي سيد إيهاب عباس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك